مرحبا بك في الوحدة الثانية عشر سنتعلم في الفصول القليلة التالية عن ما يلي تحديد أهداف عملك باستخدام نموذج سمارت تطوير عملك الأخضر بشكل مستقل تحديد استراتيجية المرونة الفردية الخاصة بك وأيضا عن رؤية الفرص وخلق قيمة مضافة لعملك الأخضر بعض المعلومات الأساسية حول هذه الوحدة تحتوي هذه الوحدة على ثلاثة تمارين ستحتاج إلى خمسة عشر ساعة تقريبا لإنهائها والاجتياز الاختبار تحتاج إلى إجابات صحيحة بنسبة 66% المحاضرون هم سوزانة، تيتسيانا، وكلاوس لقد تعلمت في الوحدات السابقة أهمية وضع مراحل إنجاز وضعها المسمىات ميل ستونز وأيضا إنشاء خطة عمل احترافية عند بدء مشروع جديد ستتعلم في هذه الوحدة كيفية تحقيق أهداف عملك باستخدام نموذج سمارت اسأل نفسك أولا، هل أهدافك واقعية؟ هل صيغة أهدافك بشكل صحيح؟ هل يمكنك تحقيق أهدافك؟ سمارت هي أداة فعالة توفر الوضوح والتركيز والتحفيز الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك سمارت تعني باتباع الخطوات في هذه الطريقة سوف تكون قادر على وضع أهداف واضحة ومحددة متابعة تقدمك وإنجازاتك والبقاء متحفزا وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق والتأكد من أن أهدافك مهمة وذات تأثير عليك وعلى من حولك وأخيرا، ستتعلم كيفية التأكد من تحديد المواعيد النهائية والأهداف الزمانية لمشارعك أعظم نجاح لنا ليس في عدم السقوط أبدا إنما في النهوض كل مرة نسقط فيها استخدم العديد من العظماء بمن فيهم نيلسون مندلة هذا الاقتباس لشرح ما تعنيه لهم المثابرة أو ببساطة عدم الاستسلام ناقشنا في الوحدة العاشرة ما هو الدافع وكيف تحفز نفسك وفي الفصول التالية سوف نكتشف مفاهيم المرونة والمثابرة ونتعرف على كيفية الاستمرار عندما تأتيك الرغبة بالاستسلام تشير المرونة إلى كل من عملية ونتائج التكيف بنجاح مع تجارب الحياة الصعبة سيساعدك تعلم أن تكون أكثر مرونة على التطور في حياتك الشخصية والمهنية استقرق بناء المرونة وقتاً وقوة ومساعدة من من حولك ومن المحتمل أن تواجه انتكاسات على طول الطريق كونك مرناً لا يعني أنك لا تشعر بالتوتر أو الإحباط أو الحزن ولكن يعني أنه يمكنك التعامل مع هذه المشاعر والمواقف بطريقة أفضل ما هي بعض النصائح لتصبح مرناً؟ فكر بإيجابية لا يمكنك دائماً التحكم في الأحداث التي تغير حياتك ولكن يمكنك التحكم في كيفية استجابتك لها اعتني بنفسك استخدم شبكة الدعم الخاصة بك امضي نحو هدف معين ولا تخاف أو تحرج من طلب المساعدة بهذا تنتهي الوحدة الثانية عشرة في الفصول التالية ستتعلم كيفية القيام بدعوة الآخرين والعمل معهم وإنشاء محتوى لعملك الأخضر يمكن للجميع الوصول إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر